ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله المسؤول النقابي اعتبر أن التعليم الحضوري يخص المؤسسات الخصوصية القادرة على تنفيذ البروتوكول الاحترازي فيما التعليم عن بعد فهو موجه في الغالب للمؤسسات العمومية والمكتدة التي لا تتوفر على الأقسام والأطراء بمعنى يضيف إزكي التعلم الحضوري سيكون بالمقابل المادي والذي ستتحمل فيه الأسر كل المصاريف الزائدة فالتعليم العمومي يقول المتحدث لا يمكنه اعتماد الصيغة الحضورية بالنظام القديم نظرا للاكتضاد المسجل فيه أصلا ولقلة القاعات والأطر وأيضا لضعف الإمكانيات ما سيجعل المؤسسة التعليمية العمومية غير قادرة على تحمل أي طريقة من الطرق التي تعتمد على ما هو ماد أو بشري وعليه يترك أبناء عموم الشعب لمصير يجب على الأسر نفسها إيجاد صيغة له لتدبيره أي على جمعية الآباء في كل مؤسسات تعليمية عمومية تمويل وتوفير كل الإمكانيات لتعليم أبنائها من خلال توفير كل ما يجب لتأهيل المؤسسة لهذا الضرف الحرج إن أراد الآباء ذلك ربيع اعتبر ما سيقع إطارتنا لسؤال قديم جديد بخصوص سعيد دولة لخصخصة المدرسة العمومية وهل يمكن فعلا للمدرسة العمومية أن تلعبت دور المنطبها في إطار تعليم مجاني لكل أبناء الشعب وهل فعلا بات على الأسر المغربية قاطبة المساهمة ماديا وبشكل منتظم في تمويل تعليم أبنائها ولو لتأهيل وتوسيع وبناء المرافق الضرورية للرفع من مستوياتها أسئلة وأخرى يعتبر الفاعل النقابي ربيع إزقي مناقشتها والإجابة عليها أمرا بتملح أكثر ومن طرف كل الفاعلين والمتدخلين أصحاب القرار وأكاديميين ومنتخبين وفاعلين سياسيين ونقابيين وتربويين وأسرا وآباء نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي